بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة المحاصيل اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن محصول من اهم محاصيل الحبوب وخاصة البقليات وعلى رأسها هو نبات الفول البلدي او فول الصين العظيم زي محمد يندي ما بيقول او الفش يا فابا فش يا فابا اكلة الناس الغرابة زي الرائعة من عمد بولي الناس اللي هي من سن وحضرت الكلام ده هو في فوز الرمضان زمان فكان يقول فش يا فابا فش يا فابا اكلة الناس الغلابة فالفش يا فابا هو الاسم العلمي او الاسم اللاتيني للفول البلدي فتعالوا بنا نتكلم عن الفول البلدي وارجو انك انت الفول البلدي مش هنقدر نلمه في فيديو واحد اول حاجة اسمع الفيديو للاخر عشان ما تتهمناش بالتقصير دي اول حاجة تاني حاجة تابع السلسلة لان الموضوع اعتقد انه هو هيطول شوية فتعالوا بنا نتكلم عن الفول طالما الارض عندك سليمة وانت قررت تزرع الفول البلدي او الفش يا فابا زي ما بيقولوا فاللي بيجود الاراضي اللي بيجود فيها طبعا ما تكونش اراضي غدقة وغدقة يعني ما تكونش اراضي سبخة او سيئة الصرف مش هينفع فيها الفول خالص الاراضي الجيرية ابعد عنها هيجود الفول عندك في الاراضي الطينية والطمية والاراضي الرملية وطبعا كل الارض من دول بيفضل فيها طريقة ري معينة ففي الاراضي الرملية او الطمية ممكن نستخدم فيها الري بالطمية طبعا اراضي الطينية او الاراضي القديمة او ديل تنيل بنستخدم فيها الري بالغمر تمام اخترت الارض بتاعتك ودنيتك كويسة فتعال بقى حضرتك علشان تختار الصنف يا صديقي الصنف اللي انت هتختاره بتاع الفول خد بالك الفول له اول حاجة ان النبات يعني الصنف بتاعك النبات بتكون قوي والنمو يكون متوسط والتفريع اه يكون كويس تمام فمش لازم التفريع في الفول يكون كويس التفريع القاعدة لازم يكون كويس اه طبعا الانتاج بتاعه لازم يكون اه مرتفع وطبعا لاحظ ان الناس اللي هم الطجار لما بيشتروا منك الفول بيعرفوا الفول اللي هو ينفع مدمس او ينفع يتاكل فدرجة الطهي بتاعته هتكون ايه والجريم بيرجر لو عمل طعمية هيكون شكله ايه اه اختر الصنف بتاعك يتحمل الظروف المعاكسة زي السقيع والرياح الشديدة اه تحمل اه ان الصنف بتاعك يكون اه بتنخفض فيه نسبة تساقط البراعم الزهرية والازهار والعقد الصغير عشان ما يحصلش دول اللي احنا مش تكيبينه في الفول مقاوم للامراض وعلى رأسها التبقع البني والصدى والامراض الفيروسية من اخطر الحاجات اللي بتصيب نبات الفول فتختار الصنف بتاعك محترم ما يكونش فيه الكلام ده خالص تمام بيتحمل الاصابة بالهلوك الهلوك طبعا احنا عارفين ان في حالة شدة الاصابة في الهلوك قد تصل الخسار لتسعين او مية في المية تماما يبادل حقل عن بكرة ابيه لو اصابة محترمة في اراضي فيها بزور هلوك كتير او طلع فيها هلوك كتير لان احنا عارفين الهلوك باختصار نبات زهري بيتطفل تطفل كامل على جدر النبات الفول وبالتالي طبعا هيضمر الفول لان اطلاقا مش بينافس الفول في المواد العناصر الغزائية وفي النبات وفي كل حاجة يعني خلاص بيقضى على النبات في حالات شدة الاصابة وتختار الصنف بتاعك يكون مبكر في النطج ما تجيبش صنف يقعد لي ست شهور طبعا ده مش من مصلحتك خالص حتى لو جاب يعني ظروفك كتير كويسة وجاب محصول كويس يعني ما تجيب ليش نبات بقى يتحمل لي قعد لي ست شهور او سبعة شهور مش نقصين تمام فتجيب حاجة كده يعني ايه كويسة بالنسبة للاصناف الموجودة في مصر يا صديقي بالنسبة للوجه البحري عند حضرتك الصنف سخة واحد تركز معايا سخة واحد وجيزة تلاتة محسن وجيزة ربعمية واحد وستين وجيزة ربعمية ستمية تلاتة واربعين وجيزة تمنمية تلاتة واربعين طيب تعالى على الوجه القبلي ومصر الوسطى مصر الوسطى طبعا الفيوم وبنسويف وخدوا انت رايح لحد ما توصل لاخواننا الصعيدة اه تيجي على عندك مصر وجيزة اثنين محسن وجيزة اه ربعمية تسعة وعشرين وجيزة ستمية اربعة وسبعين تمام دي اه الاصناف اللي هي في الوجه البحري وفي اه مصر الوجه القبلي قصدي ومصر الوسطى تمام نيجي بعد كده على الاصناف اللي هي بتجود في الاراضي الجديدة بمنطقة النبرية وطبعا عمل لها الصنف اللي هو نبرية واحد وجيزة سبعمية وستاشر بالنسبة لمعاد الزراعة طبعا يا جماعة احنا عارفين ان الفول طبعا بيتأثر بالعوامل الجوية زي الحرارة والرطوبة الجوية وتسقط الامطار وطبعا علشان كده المفروض ان حضرتك يعني بتختار الصنف الملائم للمنطقة اللي انت هتزرع فيها الفول اصلي مش شطارة يعني ان انا اجي في الجو حر كده لسه في النص الاخير من تسعة وقوم زرع الفول او ان اخره زيادا اللي لازم طبعا التأخير للمشاكله والتبكير بردو في الزراعة للمشاكل بتاعته فيطر ايه الوقت المناسب بالنسبة للاكتر او المحافظات المختلفة بالنسبة لجمهورية مصر العربية عموما طبعا المحصول الفول بيعتبر محصول شتوى وبتعتبر الفترة من اول شهر اكتوبر الى اخر شهر نوفمبر افضل فترة لزراعة الفول في مصر طبعا حسب المناطق المختلفة عشان في وجه ابلي بيختلف عن الوجه البحري فلازم ناخد بالنا من القصة دي وعموما في الوجه الابلي بتتم الزراعة في النص الاول من اكتوبر في محافظات سهاج واقنى واسوان وفي النصف الثاني من اكتوبر في محافظات اسيوت والمينيا وبنسوف والفيوم والجيزة والوجه البحري بتتم الزراعة في النص الاول من شهر نوفمبر المهم اول شهر نوفمبر اللي هو اول شهر 11 يمكن انا بخالف الكتاب اللي هو بتاع محاصيل الحبوب والبقول لكلية الزراعة جامعة القاهرة وبقول ان احنا في وجه بحري بنزرع في نص اكتوبر ما عندناش اي مشكلة خالص ويكون المحصول كويس جدا طبعا الزراعة المزبوطة بتكون طبعا ان النبات بيعمل نمو خضري كويس وبيدخل على فترات السقيع او الفترات اللي بيكون في سقوط الامطار عالي بيبقاش فيها تزهير والعقد بيكون كويس بغير ان هو بناخر لحد ديسمبر فبيأثر تأثير سيء جدا على المحصول وصب الامراض وبتعرض طبعا له طول الامراض وهبوب الرياح الخمسين اثناء التزهير التزهير بتاعه يجي متأخر فبالتالي الانتاج بتاعه ما بيكونش كويس طبعا طرق الزراعة احنا عارفينها افضل طريقة للزراعة هي الزراعة في صفوف هي الزراعة في صفوف طبعا في كذا طريقة في زراعة البدار طبعا بيقسموا للأرض الأحواض وبعد كده بيبدوروا وبعد كده بيداروا البزردهية انا بعيد عن القصة دي خلاص ومش حبيبها يعني هي الزراعة في صفوف من افضل الزراعات او الزراعة على خطوط طبعا ممكن بتزراعة على صفوف الأرض بتيبقى فلات تمام والبلانتر بيزراعها عادي قالص الخط بين الصف بينه وبين التاني أربعين سنتي والبزرده بتكون ما بينها وبين التانية بيكون في حدود خمسة عشر لعشرين سنتي وطبعا بلانتر الزراعة بتكون قالية قالص الزراعة على خطوط دي بتكون الخطوط الخطوط اللي هو الزراعة بتاعتنا احنا العادية بتكون بين الخط والخط خمسين لستين سنتي بين الخطوط وبتبقى الجور من 20 ل 25 سنطي بين أجورة والأخرى ودي بتبقى زراعة كويسة جدا اللي عايز تكسف الزراعة ممكن تخليها في حدود من 15 ل 20 سنطي بين أجورة والتانية وبين الخط والآخر من 50 ل 60 سنطي ودي بتعتبر كسافة ممتازة المفروض الكسافة بتاعت حضرتك المفروض تكون 28 نبات في المتر المربع طبعا فيه دراسة بتقول أن أفضل نسبة كانت من 30 ل 33 نبات في المتر المربع أنا شايف أن هي كسافتها عالية جدا أي أن كان يعني المهم كل الاقتراحات قدام حضرتك وممكن أنت تبدأ تجرب حتى بنفسك على مساحة ديئة في الأرض بتاعتك وتبدأ تزرع ما عندكش أي مشكلة خالص وطبعا الزراعة اللي تطلع فيهم أو نسبة أو كسافة النباتية في المتر المربع اللي كويسة ممكن حضرتك تبدأ تشتغل عليها ولكن زي ما قلنا الأفضل أنه هو بيكون 60 سنطي بين الصفوف ومن 15 ل 20 سنطي بين أجورة والأجورة طيب يا صديقي معدل التقاوي قد إيه للفدان طبعا باستخدام الزراعة العادية أو اللي بيكون 60 ل 65 كيلو جرام للفدان وبتقل كمية التقاوي لو أنت زرعت على مصاطب زي مصاطب القطن ومصاطب المحاصلة الصيفية السابقة في ناس طبعا احنا بنشيل القطن في وجه بحري وبنزرع مكانه ألفول على طول كمان كمية التقاوي دي يا جماعة بتختلف باختلاف الحجم البزرة نفسها لأن فيه تقاوي حبيتها كبيرة وفيه تقاوي حبيتها صغيرة حاجة زي الفول الرومي طبعا الفدان بتزرع بـ 80 كيلو جرام ليه؟ لأن البزرية فيه أو الحبيت الفول فيه كبيرة جدا فبياخد كمية كبيرة من الكيلوات اللي بنزرع فيها بـ 80 كيلو للفدان بالنسبة للفول الرومي ذو الحبة الكبيرة طبعا كده احنا اتكلمنا عن الفول من حيث اهميته واتكلمنا عن الاراضي اللي بيجود فيها الفول واتكلمنا عن معدل التقاوي والكسافة النباتية في المتر المربع علشان بس ما نطولش عليكم كده 11 رقيقة فنكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى في التسميد الفول البلدي وبنكمل بره على مقاومة الحشيش والهلوب شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته